اثيوبيا النهاردة بتقول انه مقترح الوساطة اللي تقدمت به السودان وافقت عليه مصر ان يكون فيه رباعية امريكا والتحاد اوروبي والتحاد الامريكي والتحاد الفريقي هو عبارة عن منورة مصرية سودانية لتعطيل المال الثاني الراجل الادريس السفير ابراهيم ادريس ده كان عضو الفريق التفاوض الاثيوبي وانا بقول له فعلا انت يعني فعلا هذا الرجل بتصريحاته بيمثل مش عايز اقول الكلام يعني مش لطيف لكن فعلا انا مستاء من تصريحات السفير ابراهيم ادريس عضو لجنة التفاوض الاثيوبي اللي بيقول انه مقترح الوساطة الرباعية في قضية سد النهضة بيستهدف اطالة امد الملء الثاني المقبل للسد وتقويت حق اثيوبيا في استخدام العادل والمعقول لمياه النيل وقال كمان في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاثيوبية الليست مقترحا حقيقيا من جانب مصر والسودان وانما بغرض الضغط على اثيوبيا لقبول الاقتراح الذي ينزح حق اثيوبيا في تنمية موردها وقال كمان اعتقد ان الوسطاء المخترحون سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل الى اتفاقات هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويت حقوق التنمية في اثيوبيا وقال كمان انه موقفنا واضح دعونا نجلس ونتفاوض من اجل الاستخدام العادل لموردنا المائية مصر والسودان بتتصرفان كما لو كانوا هما منبع نهر النيل بيقول كمان دعا السفير ابراهيم ادريس جميع الاطراف المعنية الى مواصلة مقاومة خد بالك من الكلام ده الى مواصلة مقاومة التحركات غير القانونية وغير المسؤولة بحسب زعمه من مصر والسودان انا بقول من الاخر الجماعة في اثيوبيا غير جدين الجماعة في اثيوبيا او الدولة الاثيوبية والمسؤولين الاثيوبيين والله بيلعبوا بالنار وبيعبثوا في ما لا يجب العبث فيه تصريحات عدو رجل التفاوض المفروض يكون حصيف المفروض حتى يكون دبلوماسي لا ده الراجل يعني مش عايزة اقول تصريحات هي تصريحات انا اسف واقعة تصريحات السفير ابراهيم ادريس واقعة بيتهم مصر انها بتعطل والسودان هي بتعطل وبيتهم ايضا الوسطاء المخترحين انهم هيقول له اثيوبيا يتم توقيف اوقف الملء الثاني لحين الاتفاق هذا الرجل بيتحدث بيقول يلا كلنا عشان نقاوم هذه الاجراءات غير القانونية من مصر واللي بيصفها بانه غير قانونية وغير مسؤولة انا بقول للسفير ادريس ابراهيم انه انت غير مسؤول انت غير مسؤول لانه انت لا تعي ما تقول واثيوبيا بتتعامل على انه مية النيل ملك احادي لها وهذا بيجافي قوانين الطبيعة وبيجافي ارادة الله وبيجافي قانون الانهار الدولية وبيجافي قانون القانون الدولي فيما خص الانهار المتشاطئة اللي بتمر باكتر من دولة خليني اروح مع حضراتكم الى المدير السابق للتنسيق العام لسد النهضة بيقول المدير العام لتنسيق المشارك لبناء سد النهضة سيد ارغاوي برهي بيقول النهاردة دعا الى الوحدة وحدة مين؟ وحدة اثيوبيا لتعزيز وحدة الاثيوبيين لانه امر بلغ الاهمية من اجل التصدي لانه ايه؟ لنفوذ مصر الدبلوماسي ووقف تدخل القوى الخارجية في شؤون البلاد واستغلال الموارد بشكل كامل النهاردة تصراحات اللي قدل بيها هذا الرجل خلال مقابلة اجراته معه وكانت الامباء الاثيوبية الرسمية بيقول ادعو الاثيوبيين الى التوحد لمواجهة نفوذ مصر الدبلوماسي يا جماعة اثيوبيا بتطرق وبتدق طبول الحرب اثيوبيا بتدق طبول الحرب بيقول وذكر في تصراحاته لوكالة الامباء الاثيوبية ان الضغوط الاخيرة على اثيوبيا تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر هو احنا النفوذ الدبلوماسي بتاعنا نافذ ليه لانه على حق انا صوت الدبلوماسي واصل ليه لانه على منطق انا نفوذ الدبلوماسي واصل ليه لانه بيتماشى مع القانون الدولي والقوانين المنظمة للمياه لانه الجانب الاثيوبي متعنت ومتعجرف ومتكبر ومناور ولا يقرأ القانون هذا الرجل وغيره لم يقرأوا القارين الدولية ولم يحترموا المعاهدات الدولية ولم يحترموا الاتحاد افريقي نفسه الذين يحتمون به الان قال كمان ان الضغوط الاخيرة على اثيوبيا تنبع من النفوذ الدبلوماسي طويل المدى لمصر وقال على الرغم ان المصريين لا يساهمون بقطرة واحدة من مياه نهر النيل فقد سيطروا على الزاوية الدبلوماسية لسنوات بينما نحن الذين لم تلك المورد نعاني من الفقر سبحان الله على التصريحات الحمقاء المدير العام ده مسؤول كبير بيقول ان الوقت قد حانى لعكس هذه الاتجاهات مضيفا ان المفتاح في ايدينا يجب ان نكون متحدين بيقول الاثيوبيا وبيقول لهم افتكروا في هذا السياق النصر العظيم اللي حققته اثيوبيا في حرب العدوة عام 1896 على القوات الايطالية هذا الرجل بيستعرض معارك عسكرية هذا الرجل بيستعرض تاريخ هذا الرجل بيضقه طبول الحرب بيقول افتكروا معركة العدوة سنة 1896 وانا بقول له انا فاكر المعركة قريط المعركة هذه المعركة ما كانتش اثيوبيا اللي فيها كانت اقليم التجري كان اقليم التجري وانا بقول له السيد ارغوي برهي بقول له ارجع اقرأ التاريخ بتاع بلدك انت مش عارفه انت بتدباهة بانتصارات حققها اقليم التجري بمساعدة روسيا وفرنسا 1896 على الايطاليين وكانت معركة بين المستعمر الايطالي والمستعمر الفرنسي والمستعمر الروسي في منطقة جيبوتي واثيوبيا وقام اقليم التجري بتسليح نفسه من خلال المد الفرنسي والروسي لمواجهة ايطاليا فاقعت معركة العدوة النهاردة انتوا قضيتوا على اقليم التجري قضيتوا على قام الجيش الاثيوبي بمسندة الجيش الاريتري بتقطيع اوصل منطقة التجري اذا كنت انت بتفتح في التاريخ فاحنا بنفتح في التاريخ لكن بقول تصريحاتك غير مسؤولة تصريحاتك زي وزير الراي بتاعك غير مسؤول زي وزير الخارجية بتاعك غير مسؤول وانا بقول تاني اثيوبيا بتلعب بالنهار بيقول كمان ان مصد بتعمل على اضعاف الحكومة المركزية لاثيوبيا منذ العصور القديمة ده شايل في نفسه قوي الراجل شايل في قلبه بيقول انه مصر بتحاول اضعاف الحكومة الاثيوبية المركزية منذ العصور القديمة وان تحقيق حلم سد النهضة مسألة بقاء ومسألة القضاء على الفقر انا بقول تاني انه الجانب الاثيوبي بيتاجر بقضية سد النهضة بيستخدم قضية سد النهضة كورقة للعبث بالمنطقة بيستخدم سد النهضة لمحاولة جمع اكبر اصوات انتخابية بقول تاني انه الجانب الاثيوبي الان وده نداء الى الانتحاد الافريقي الى المجلس الامن الى الانتحاد الاوروبي الى كل هؤلاء الذين صدعونا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الانسان اقول سد النهضة عبارة عن لسان بتخرجه اثيوبيا للعالم بتحدى فيه القانون الدولي واعتقد انه وفقا للمادة السبعة من القانون الدولي امم المتحدة من ميثاق الامم المتحدة يحق لاي دولة الدفاع عن نفسها بكل الطرق بكل الطرق